على مدى ستة أيام أكثر من ثلاثين فيلما عربيا حضروا في مهرجان السينما العربية في باريس أثلام حملت في طياتها واقع العالم العربي بغنى مجتمعاته وتنوعها حينا وتعقداتها حينا آخر الرسالة هي أن السينما العربية حية وسياسية وفي الوقت نفسه قريبة من الواقع الذي نعيشه والتغيرات الخاصلة في بلدان أدى وتبعثوا على التفاؤل لبنان حضر من خلال خمسة أفلام أربعة منها وثائقية قصيرة لمخرجين شباب إضافة إلى الفيلم الروائي الطويل الحائز على جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي للسينما المستقلة في بريكسل قصة ثواني للمخرجة لارا سابا طبعا فيلم لارا كتير نسألوا لي نايلة وفيلم عن لبنان وبيفارشي وجمش كتير منيح عن لبنان أنا بالنسبة إلي إذا بدنا نلاقي الحل بدنا نتفرج فجرقنا وحطينا فيلم لارا وكان أقبل الجمهور كتير مهم لأنه حسوا فينا أنه نحن بالآخر كمان عم نعاني أفلام كتير مهمة مش بس بتلفط النظر بتجاوب على التساؤلات اللي عم نعيشها بمجتمعنا اليوم على الرغم من الأزمات التي يعيشها العالم العربي إلا أنه استطاع أن يقدم مادة فنية راقية من خلال مهرجان السينما العربية في باريس مهرجان قدم أفلاما للمرة الأولى في فرنسا وأفلاما أخرى للمرة الأولى في العالم ميساء إسماعيل المؤسسة اللبنانية لأرسال انترناشنل باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر